الجامعة الافتراضية السورية مقرر القانون الدولي الخاص 2 للدكتور فؤاد ديب الوحدة التعليمية السادسة بعنوان الاستثناءات على تطبيق القانون الأجنبي الواجب تطبيقه يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية السادسة بكاملها أي من الصفحة 67 إلى الصفحة 84 تقدمت مبادرة الضوء بصوت ميار حسن الوحدة التعليمية السادسة بعنوان الاستثناءات على تطبيق القانون الأجنبي الواجب تطبيقه الملخص إن الترخيص بتطبيق القانون الأجنبي الذي يمكن أن تشير إليه قواعد الإسناد الوطنية ينطوي ضمنا على تحفظ وطني أو على شرط عدم تعارضه مع المفاهيم والمبادئ الأساسية التي لا يمكن السماح بمخالفتها وهذا التحفظ عرفته جميع المجتمعات التي سمحت بتطبيق أحوال المدن والأقاليم الأخرى أو القوانين الأجنبية وعبرت عنه بأشكال مختلفة الأهداف التعليمية في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرا على الوقوف على الاعتبارات التي تستدعي استبعاد القانون الأجنبي وتحديد هذه الاعتبارات كأفكار وطنية أو كوسائل مشروعة تستخدم للوصول إلى نتائج مشروعة الاستثناءات على تطبيق القانون الأجنبي الواجب تطبيقه إذا توصل القاضي إلى تحديد مضمون أحكام القانون الأجنبي الواجب تطبيقه على موضوع النزاع هل يمكن له عندما ينتقل إلى تطبيق هذه الأحكام الامتناع عن تطبيقه أو استبعاد بعض أحكامه؟ إن الترخيص بتطبيق القانون الأجنبي الذي يمكن أن تشير إليه قواعد الإسناد الوطنية ينطوي ضمناً على تحفظ وطني أو على شرط عدم تعارضه مع المفاهيم والمبادئ الأساسية التي لا يمكن السماح بمخالفتها وهذا التحفظ عرفته جميع المجتمعات التي سمحت بتطبيق أحوال المدن والأقاليم الأخرى أو القوانين الأجنبية وعبرت عنه بأشكال مختلفة وأولى مظاهر هذا التحفظ ظهرت عند فقهاء نظرية الأحوال الإيطالية الذين ميزوا ضمن أحوال المدن بين الأحوال المستحسنة وغير المستحسنة أو بين الأحوال الملائمة والأحوال غير الملائمة أو البغيضة ومنعوا القاضي من تطبيق هذه الأخيرة ومن مظاهر ذلك عند فقهاء نظرية الأحوال الهولندية الاعتراف للقاضي بحق الامتناع عن تطبيق القانون الأجنبي إذا استدعت ذلك مصلحة النظام المحلي أو إذا كانت أحكامه تبدو بوضوح غير عادلة بالإضافة إلى ضرورة تقيده بالأحكام الناهية في قانونه الوطني واستناداً إلى فكرة الاشتراك الحقوقي التي قال بها الأستاذ سافيني كأساساً لقيام تنازع القوانين يمكن عد فكرة عدم الاشتراك الحقوقي أساساً لفكرة الامتناع عن تطبيق القانون الأجنبي التي يطلق عليها اليوم وبشكل عام تعبير النظام العام كأستثناء على القانون الأجنبي الواجب تطبيقه التي استقرت في معظم نظم تنازع القوانين الوطنية المختلفة ومنها نظام تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص السوري فلقد نصت المادة 30 من القانون المدني التي تعد جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام على ما يلي لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة أي قواعد الإسناد إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب في سوريا فهو إذن بمثابة صمام الأمان على معبر دخول القانون الأجنبي ضمن النظام القانوني الوطني بموجب قواعد الإسناد الوطنية بالإضافة إلى ذلك فإن القضاء في بعض الدول قد أعمل أيضاً الدفع بالغش نحو القانون كاستثناء على القانون الأجنبي الواجب تطبيقه الفقرة الأولى بعنوان النظام العام إذا كان القاضي ملزماً بموجب المادة 30 المذكورة سابقاً باستبعاد القانون الأجنبي الواجب تطبيقه عندما تكون أحكامه مخالفة للنظام العام أو الآداب في سوريا فهل ذلك يعني أن الأمر متروك لسلطته التقديرية المطلقة في ضبط حالات تدخل النظام العام؟ أم أنه ملزم بالتقيد بأسس ومعايير محددة في بيان أوجه المخالفة؟ ألف تعريف النظام العام ومعاييره ودور القاضي في إعماله مما لا شك فيه أن من الصعوبة الاتفاق على تعريف موحد وشامل وجامع ودقيق لنظام العام ولكن يمكن تعريف النظام كأحد آليات نظام تنازع القوانين من الناحية التقنية كاستثناء على القانون الأجنبي الواجب تطبيقه بموجب قواعد الإسناد الوطنية كما يمكن تعريفه ولكن بشكل عام من حيث مضمونه بأنه مجموعة المبادئ والأفكار الأساسية العليا المختلفة من سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وتربوية التي يقوم عليها مجتمع معين في لحظة معينة من تاريخ وجوده ولا يمكن السماح بمخالفتها من قبل القانون الأجنبي الواجب تطبيقه سواء أكانت هذه الأفكار والمبادئ مجسدة بنصوص تشريعية أم أنها لا تلبس نص تشريعيا محددا وسواء كانت تشكل قواعد لتنظيم تعامل الأفراد أم أنها تهيمن على تنظيم المجتمع ككل أما الأداب العامة فهي مجموعة القواعد وليدة المعتقدات الموروسة والعادات المتأصلة في الجماعة والأداب بهذا المعنى تشكل أحد جوانب فكرة النظام العام وبناء على ما تقدم يمكن القول إن مجرد اختلاف مضمون أحكام القانون الأجنبي مع أحكام القانون الوطني للقاضي الناظر في النزاع لا يستدعي بالضرورة تدخل النظام العام لاستبعاد القانون الأجنبي إلا إذا كانت هذه المخالفة بنوعها أو حجمها سببا جديا لتدخل النظام العام من المتعذر عمليا وبصورة قبلية أي سابقة لتحديد القانون الواجب تطبيقه تحديد الحالات التي يكون فيها القانون الأجنبي الواجب تطبيقه مخالفا للنظام العام في بلد القاضي نظرا لأن ذلك لا يظهر إلا في المرحلة القضائية أي عند عرض النزاع على القضاء وبالنسبة لكل نزاع على حداء ويتوقف تحديد ذلك على أمور عدة فهو يتوقف على نتائج تقييم القاضي لمضمون القانون الأجنبي وبيان مدى تعارضه مع النظام العام في بلده بالنسبة لكل نزاع بذاته من جهة وعلى الآثار التي تترتب عمليا على تطبيق هذا القانون من جهة ثانية على رأي بعض الفقهاء وعلاوة على ذلك فإن فكرة النظام العام كما سنرى ليست سوى نتيجة للأوضاع والأفكار السائدة في زمن معين ولهذا ونظرا للصعوبات العملية التي تعيق تحديد حالات تعارض القانون الأجنبي مع النظام العام في بلد القاضي فقد اتجه الفقه السائد إلى ترك أمر تحديد هذه الحالات لتقدير القاضي مع تقييد سلطته بهذا الشأن بمعيار موضوعي مجرد يلتزم به في إعمال الدفع بالنظام العام ولكن مع اختلاف في تحديد هذا المعيار فيرى بعضهم وجوب استبعاد القانون الأجنبي الواجب تطبيقه إذا كان يتعارض مع المصالح الحيوية أو المصلحة العامة العليا للدولة كالقوانين التي تخل بالسياسة النقدية مثلا ويرى بعضهم الآخر ضرورة استبعاد القوانين الأجنبية التي تتعارض مع المعتقدات المشتركة للمجتمع الإنساني ومبادئ القانون الطبيعي وذلك حفاظاً على المبادئ الأساسية العليا السائدة في المجتمع المتمدن كالقوانين التي تنظم الرق أو التي تمنع الأم من الاعتراف بابنها غير الشرعي ويقترح فريق آخر إعمال فكرة النظام العام لاستبعاد القوانين الأجنبية التي من شأنها أن تعكر السياسة التشريعية في ميدان معين تتباين بشأنه المواقف بين الدول وذلك من أجل حماية بعض الخيارات التشريعية الوطنية أو المؤسسات القانونية الخاصة التي تعبر عن بعض المظاهر الأساسية للمجتمع القائمة فيه ومن الأمثلة على هذه القوانين المأخوذة من القضاء الفرنسي القانون الأجنبي الذي يسمح بإقامة دعوة إثبات الأبوة الطبيعية في مدى تفوق المدة التي يحددها القانون الفرنسي لأن ذلك يمس بالسيادة التشريعية الفرنسية الرامية إلى حماية الأب المزعوم من كل دعوة قد تقام ضده بعد مضي السنتين المحددتين في القانون الفرنسي ويؤدي إلى اختلال النظام العام الفرنسي ويقول فريق آخر بوجوب استخدام الدفع بالنظام العام من أجل استبعاد القوانين الأجنبية التي تشتمل على نظم قانونية غير معروفة في قانون القاضي مثل القوانين التي تسمح بالتبني خلافا لأحكام الشريعة الإسلامية ومن الملاحظ أن مختلف هذه الآراء تتقارب حول فكرة أساسية هي وجوب استبعاد القوانين الأجنبية التي تتعارض مع المبادئ والأفكار الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية والفكرية التي يقوم عليها مجتمع معين ولعل هذه الفكرة تشكل معيارا موضوعيا عاما يفضل على غيره من المعايير المقترحة ويمكن أن يكون بالتالي دليلا للقاضي في إعمال فكرة النظام العام ومع هذا كله فأن القاضي يظل يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مجال إعمال الدفع بالنظام العام في مواجهة القانون الأجنبي الواجب تطبيقه غير أن هذه السلطة التقديرية لا تعني ترك الأمر لتقديره الشخصي أو لمعتقداته وقناعاته الذاتية بل لابد له من إعمال معايير عامة موضوعية وذلك على نحو ما قالت به المذكرة الإضاحية لمشروع القانون المدني المصري ويخلق به أن يتحذر من إحلال آرائه الخاصة في العدل الاجتماعي محل ذلك التيار الجامع للنظام العام أو الآداب فالواجب يقتضيه أن يطبق مذهبا عاما تدين به الجماعة بأسرها لا مذهبا فرديا خاصا ومما لا شك فيه أن القاضي يخضع في استلهامه لشعور الجماعة لرقابة محكمة النقط لأنه يترتب على إعمال الدفع بالنظام العام كاستثناء على القانون الأجنبي واجب التطبيق تعطيل العمل بقواعد الإسناد الوطنية ولذلك فإن الخطأ في إعمال النظام العام يعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقط ونظرا لتغير النظام العام من حيث الزمان فإنه يجب على القاضي أن يعتد بوقت عرض النزاع من أجل تقدير مدى تعارض القانون الأجنبي مع النظام العام في بلاده لا بوقت نشوء العلاقة ويذهب فريق من الفقهاء إلى القول بوجوب الاعتداد بيوم النطق والحكم ولابد أخيرا من تأكيد ما يقول به الفقهاء من ضرورة أن يكون استخدام الدفع بالنظام العام مقرونا بالحكمة والاعتدال لا يلجأ إليه إلا في الأحوال التي تستدعي تدخله لحماية المبادئ الأساسية العليا في المجتمع ضد القوانين التي يمكن أن تنال منها وذلك للحيلولة دون تعطيل قواعد الإسناد دون مبرر حقيقي لأن النظام العام سلاح ذو حدين فإذا كان القصد منه حماية هذه المبادئ فإن سوء استخدامه أو التوسع فيه يمكن أن يؤدي إلى هدم نظام قواعد الإسناد الوطنية يمكن من خلال التعريف السابق أن تلمس الخصائص والصفات التالية التي يتمتع بها النظام العام في القانون الدولي الخاص كأستثناء على القانون الأجنبي واجب التطبيق أولاً الصفة الوطنية إن النظام العام الذي يحول دون تطبيق القانون الأجنبي هو النظام العام الوطني أي النظام العام في الدولة التي تتبعها المحكمة الناظرة في النزاع لأنه يستهدف حماية الأوضاع الأساسية والمبادئ الجوهرية السائدة في النظام القانوني الوطني فهو بمضمونه وأهدافه نظام وطني صرف وهو لذلك يختلف من بلد إلى آخر وحتى بين الدول التي يربطها نوع من الوحدة في التقاليد والأفكار والمعتقدات فهناك نظام عام سوري ولبناني ومصري وفرنسي وأمريكي وإلى آخره وإذا كان هناك حالات مشتركة أو متماثلة بين كثيرا من الدول يمكن أن يتدخل فيها النظام العام للدفاع عن بعض القيم والمثل المشتركة التي تؤلف القيم المثالية للمجتمع الإنساني كمبادئ حقوق الإنسان وبخاصة المبادئ التي تقضي بعدم التمييز في اللون أو الجنس أو اللغة بين الأفراد فإن ذلك لا يجعل من النظام العام نظاما دوليا لأنه لا بد لذلك من هيئة دولية فوق الدول لها قوانينها ونظومها الخاصة بها وهذا ما لا نعرفه بعد ولكن هل هذا يعني أن النظام العام بمفهومه الوطني هذا المستخدم في نطاق علاقات الأفراد المجتملة على عنصر أجنبي هو ذاته النظام العام الذي نستخدمه في نطاق العلاقات الداخلية أم أنه مفهوم أصيل متميز عنه؟ لقد كان هذا الموضوع وما زال مثار خلاف بين الفقهاء فمنهم من يقول بوحدة النظام العام ومنهم من يميز بين النظام العام الداخلي أو النسبي أو الشخصي وبين النظام العام الدولي أو المطلق أو بين النظام العام الدولي والنظام العام الدولي بحق وبتقديرنا أن النظام العام في العلاقات ذات العنصر الأجنبي والذي يطلق عليه بعضهم النظام العام الدولي والنظام العام في العلاقات الداخلية هما في الحقيقة والواقع نظام عام واحد هو النظام الوطني أو النظام العام للدولة غير أن هناك بعض أوجه التباين بينهما من حيث نطاق تطبيقهما وأثار استخدام كل منهما وشدته 1 فبالنسبة لنطاق تطبيق كل منهما نجد أن نطاق تدخل النظام العام في العلاقات الداخلية هو أوسع بكثير من نطاق تدخله في العلاقات المجتملة على عنصر أجنبي ففي القانون الداخلي هناك مجموعة من القوانين والقواعد الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلافها ومثال ذلك النصوص المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والأهلية والنسب وتعد من النظام العام أما في العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي فإن مختلف هذه المسائل تخضع بالنسبة للأجانب لقانون جنسيتهم وتتباين أحكامها تبايناً شديداً عما هي عليه في القانون الوطني إلا أن النظام العام كأستثناء على القانون الأجنبي لا يتدخل في مواجهة هذه القوانين للحيلولة دون تطبيق جميع أحكامها المختلفة وهناك أيضاً العديد من القواعد المتعلقة بغير هذه المسائل تعد من النظام العام على صعيد القانون الداخلي إلا أنها لا تعد كذلك على صعيد القانون الدولي الخاص 2- يترتب على إثارة الدفع بالنظام العام في القانون الداخلي إبطال العلاقة في حين أنه يترتب على إثارته في ميدان القانون الدولي الخاص استبعاد القانون الأجنبي الواجب تطبيقه وتطبيق القانون الوطني عوضاً عنه ضمن الحدود التي يتعارض فيها مع النظام العام دون أن يترتب على ذلك بالضرورة بطلان العلاقة أو عدم نشوئها بل قد يؤدي تدخله أحياناً إلى قلب وضع العلاقة القانونية من علاقة باطلة وفق القانون الأجنبي إلى علاقة صحيحة في ظل القانون الوطني الذي يطبق عليه باسم النظام العام 3- يظهر النظام العام في القانون الدولي الخاص بدرجات مختلفة من حيث آثاره 4- فأثره بالنسبة لعلاقة يراد إنشاؤها في بلد القاضي يختلف عن أثره بالنسبة للعلاقة التي نشأت صحيحة في الخارج ويراد التمسك ببعض آثارها في بلد القاضي 5- ففي العلاقة الأولى يكون أثره مطلقاً يتناول نشأة العلاقة وآثارها 6- أما في العلاقة الثانية فيكون أثره مخففاً لا يتناول نشأتها ولا كل آثارها أما النظام العام في القانون الداخلي فليس له مثل هذه الدرجات في الشدة إن النظام العام كاستثناء على القانون الأجنبي الواجب تطبيقه يبقى وطنياً ولا ينقلب إلى نظام عام دولي صحيح أن النظام العام الدولي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التجارة الدولية والتعامل الدولي إلا أن ذلك لا يقلبه إلى نظام دولي وإذا أطلقنا عليها الصفة الدولية فإن ذلك من باب تحديد ساحة تحركه لتمييزه عن النظام العام في القانون الداخلي لقد أشرنا فيما سبق إلى صعوبة وضع تعريف دقيق لمضمون النظام العام أو إيجاد معايير محددة من أجل ضبط هذه الفكرة المتبدلة والمتغيرة بتغير المكان والزمان مما يطفي على مضمونه طابع الغموض وعدم الوضوح ويكفي للتدليل على جهالة مضمونه وعدم معرفته بصورة مسبقة أن نعرف أن إعمال الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص لا يكون في مرحلة وضع قواعد الإسناد بل أنه يتم في المرحلة اللاحقة لتحديد القانون واجب التطبيق وبعد الكشف عن مضمون أحكامه ومقارنتها مع أحكام القانون الوطني والأفكار التي يقوم عليها ومما يحول دون جلاء مضمون النظام العام أيضا صفته المتغيرة ثالثا الصفة المتغيرة أو النسبية إن النظام العام ليس فكرة ثابتة ومشتقرة إلى الأبد فكما يختلف النظام العام من حيث المكان أي من دولة إلى دولة ومن مجتمع إلى آخر كذلك يختلف النظام العام من حيث الزمان من وقت إلى آخر ومن جيلا إلى جيل داخل المجتمع والدولة الواحدة وذلك بسبب تطور الأوضاع والظروف والأفكار وما يستتبع ذلك من تغيير في التشريعات والمفاهيم المهيمنة في الدولة فقد يحصل أن يعد القانون أجنبي مخالفا للنظام العام في بلد معين وفي وقت محدد ثم يأتي زمن يصبح في هذا القانون الأجنبي نفسه متفقا مع النظام العام في البلد نفسه ولقد عبر الأستاذ السنهوري عن هذه الصفة في النظام العام بفكرة نسبية بمعنى أنه لا يمكن تحديد دائرة النظام العام والآداب إلا في أمة معينة وفي جيل معين ونستخلص من ذلك أن تحديد مدى معارضة القانون الأجنبي للنظام العام يتعلق بمضمون القانون الأجنبي كما يتعلق بمضمون القانون الوطني ونظرا لإمكان تغيير أحكام كل منهما عبر الزمان بفعل تطور المجتمع فإن من شأن ذلك أن يؤثر أو يغير في حالات تدخل النظام العام في الدولة الواحدة بين وقت وآخر وهذا ما يطفي على النظام العام مرونة كبيرة فيضيق ويتسع وفقا للأوضاع وتطور الزمان ويترتب على الصفة المتغيرة للنظام العام كما قلنا سابقا وجوب قيام القاضي بتقدير مدى تعارض القانون الأجنبي مع النظام العام في بلاده وقت نظر النزاع وليس وقت نشوء العلاقة التي ثار بشأنها هذا النزاع ونشير أخيرا إلى أن دائرة تدخل النظام العام كأستثناء على القانون الأجنبي الواجب تطبيقه تتقلص كثيرا في الدول التي تتعدد فيها الشرائع تعددا شخصيا بتعدد الديانات أو الطواف والسبب في ذلك يعود إلى عدم إمكان إثارة الدفع بالنظام العام في مواجهة القانون الأجنبي متى كانت أحكامه مخالفة للشريع العام المطبقة في دولة القاضي أو لإحدى الشرائع الخاصة الأخرى ولكنها مطابقة أو مماثلة للأحكام المطبقة لدى الشرائع الخاصة الداخلية الأخرى أو لإحداها وهذا الأمر من شأنه أن يطفي على مفهوم النظام العام الذي يتدخل عمليا طابعا دينيا لا علمانيا من جهة ويجعله أكثر وضوحا وثباتا من جهة أخرى لأن مضمونه يكون مستمدا من قواعد دينية واضحة غير قابلة للتبدل أو التغيير ومن شأنها أيضا أن تبدد الصفة الغامضة لهذا النظام وهذا الأمر ينطبق على حالة تعدد الشرائع في سوريا في مسائل الأحوال الشخصية جيم أثار الدفع بالنظام العام ويترتب على إعمال الدفع بالنظام العام أثران أثر سلبي وهو استبعاد القانون الأجنبي واجب التطبيق وأثر إيجابي وهو تطبيق قانون القاضي والأثر السلبي للنظام العام إما أن يكون مطلقا أو مخففا أولا الأثر السلبي والأثر الإيجابي للنظام العام ألف الأثر السلبي إن إعمال الدفع بالنظام العام في المنازعات المجتملة على عنصر أجنبي يؤدي إلى استبعاد القانون الواجب تطبيقه على النزاع وهذا هو الأثر السلبي للنظام العام لأنه إذا كان هذا القانون يتعارض في أحكامه مع المفاهيم والمبادئ الأساسية للمجتمع في بلد القاضي فيجب عليها الامتناع عن تطبيقها كما لو كان هذا القانون يجيز التوارث مع اختلاف الدين ففي هذه الحالة تستبعد أحكام هذا القانون بإسم النظام العام ولكن ضمن الحدود اللازمة لحماية الأفكار والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها وعلى ذلك يمكن أن يكون استبعاد القانون الأجنبي واجب التطبيق بصورة جزئية أو كلية بحسب الحالات ويكون الاستبعاد جزئياً إذا كان الجزء المخالف للنظام العام لا يرتبط ارتباطاً بنيوياً وثيقاً ببقية أجزاء القانون واجب التطبيق بحيث لا يتوقف على تطبيق هذا الجزء تطبيق بقية أجزاء هذا القانون أي إن استبعاد هذا الجزء لا يحول دون تطبيق بقية أحكامه كما لو كان القانون الأجنبي الواجب تطبيقه على التركة يجيز التوارث مع اختلاف الدين بين المورس والوارس فإن مثل هذا النص يخالف النظام العام في سوريا ويترتب على إعمال الدفع به أمام المحاكم الوطنية استبعاد هذا النص فقط من التطبيق وبالتالي استبعاد الوارث المختلف في ديانته عن ديانة المورس أما الأحكام الأخرى في هذا القانون الأجنبي المتعلقة مثلاً بشروط الإرث ونصيب كل وارث وحالات المنع والحجب وإلى آخره فتطبق على موضوع النزاع إذا كانت لا تتعارض مع النظام العام أما إذا كان الجزء المخالف للنظام العام يرتبط ببقية أجزاء القانون الأجنبي الأخرى ارتباطاً وسيقاً بحيث يترتب على عدم تطبيقه عدم إمكان تطبيق بقية أحكام هذا القانون بمعنى أن أحكام القانون الأجنبي المختص تشكل كلاً لا يتجزأ في التطبيق ففي هذه الحالة يتم استبعاد تطبيقه استبعاداً كلياً بمجمل أحكامه وذلك كما لو كان القانون الأجنبي واجب التطبيق على العقد يجيز هذا العقد استناداً إلى سبب معين وكان هذا السبب مخالفاً للنظام العام في بلد القاضي ففي هذه الحالة إذا كان هذا السبب من الأهمية بحيث يرتكز وجود العقد عليه فإن تدخل النظام العام في مواجهة هذا السبب يؤدي بالضرورة إلى هدم العقد بكامله ولو أن بقية جوانب العقد الأخرى تعد صحيحة في نظر القانون واجب التطبيق على هذا العقد وكما لو كان القانون الأجنبي المختص بحكم النزاع يجيز الزواج مع اختلاف الدين وكان الزوج غير مسلم وزوجة مسلمة فإن إعمال نص هذا القانون الذي يقضي بصحة الزواج مع اختلاف الدين يصطدم مع النظام العام السوري وبناء على ذلك يجب على القاضي عدم الأخذ به أي استبعاده من التطبيق وإعمال قانونه عوضاً عنه مما يترتب على ذلك منع قيام الزوجية وإذا كان الأثر السلبي للنظام العام هو استبعاد القانون الأجنبي المختص بحكم النزاع وفقاً لقواعد الإسناد الوطنية في حالة تعارضه معه فهل معنى ذلك أن يبقى موضوع النزاع بلا قانون يحكمه؟ سارت المحاكم في بعض الدول في حال استبعاد القانون الأجنبي باسم النظام العام على إعلان عدم اختصاصها غير أن هذا يؤدي إلى إنكار العدالة ولهذا كان لابد من تطبيق قانون آخر محل القانون الأجنبي المختص بحكم النزاع وهذا ما يعبر عنه بالأثر الإيجابي للنظام العام ولقد استقر الفقه والقضاء في هذه الحالة على وجوب تطبيق قانون القاضي عوضاً عن القانون الأجنبي المختص بحكم النزاع والذي استبعد باسم النظام العام وهذا الاتجاه هو الأفضل لأنه الحل الذي تفرضه طبيعة الأمور وينسجم مع منطق النظام العام بحد ذاته ولهذا يمكن القول إن النظام العام يعمل باتجاهين الأول هو استبعاد القانون الأجنبي المختص والثاني هو تطبيق قانون القاضي وبناء على ذلك يجب على القاضي في المثال السابق تطبيق قانونه الوطني أي القانون السوري على موضوع النزاع لسد الفراغ الناجم عن استبعاد القانون المختص أصلاً بحكم النزاع وإذا كان تطبيق قانون القاضي في هذه الحالة يؤدي إلى عدم قيام رابطة الزوجية فإن تطبيقه باسم النظام العام يؤدي أحياناً وعلى العكس إلى نشوء العلاقة القانونية التي يجيزها القانون الأجنبي المختص كما لو كان الزوج في المثال السابق مسلماً وزوجة غير مسلماً وكان هذا القانون لا يسمح بالزواج مع اختلاف الدين فإن مثل هذا القانون يعد مخالفاً للنظام العام في سوريا ويستبعده القاضي السوري ليطبق عوضاً عنه قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح بمثل هذا الزواج على أن تطبيق قانون القاضي باسم النظام العام يجب أن لا يتم إلا ضمن الحدود التي يستبعد فيها القانون الأجنبي الواجب تطبيقه فإذا كان الاستبعاد جزئياً طبق القاضي قانونه ضمن جزئية التي استبعد فيها هذا القانون بحيث يشترك قانون القاضي في هذه الحالة مع القانون الأجنبي الواجب تطبيقه في حكم النزاع ضمن حدود الأحكام المستبعدة من هذا القانون أما إذا كان الاستبعاد كليا فعندها يستقل قانون القاضي بحكم النزاع ويتحدد تطبيق قانون القاضي نتيجة إعمال الدفع بالنظام العام بطبيعته بالحالات التي يوجد لها حكم مناسب في هذا القانون أما إذا كانت أحكامه غير قابلة للتطبيق على موضوع النزاع بحكم عدم ملاءمتها أو بسبب خلوها من أي حل للمسألة المعروضة فلا بد في هذه الحالات من أن يترك الأمر للقضاء لإيجاد الحل المناسب مستعينا بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وذلك بالنسبة لكل نزاع على حدى دون تقييده بقاعدة عام ثانيا الأثر المطلق والأثر المخفف للنظام العام واحد الأثر المطلق يميز الفقه والقضاء الفرنسيان بصورة خاصة بصدد تحديد أثر الدفاع بالنظام العام بين الحالة التي يراد فيها إنشاء حق في دولة القاضي والحالة التي يراد التمسك فيها بآثار معينة نتجات عن حق مكتسب أصولا في الخارج وذلك على أساس أنه إذا كان إنشاء الحق في دولة القاضي يتعارض مع النظام العام فيها فإن أثار هذا الحق قد لا تتعارض بالضرورة مع هذا النظام فيما إذا نشأ هذا الحق صحيحا في الخارج فبالنسبة للحق الذي يراد إنشاؤه في بلد القاضي يبحث القاضي فيما إذا كان نشوءه وفقا للقانون الأجنبي لواجب تطبيقه يتعارض مع النظام العام أم لا فإذا كانت أحكام هذا القانون مخالفة له ترتب على ذلك استبعاده من التطبيق كما رأينا سابقا وعدم السماح بنشوء هذا الحق أو العلاقة القانونية في بلد القاضي كما لو أراد شخص تركي مسلم تبني شخصا آخرا سوريا في سوريا فإنه لا يمكن له ذلك لأن هذا التصرف يخالف النظام العام في سوريا وهذا هو الأثر المطلق للنظام العام وهو الأثر العادي وهذا الأثر يرتبط بحق النشأ خارج بلد القاضي بشكل صحيح وفق القانون الأور واجب تطبيقه أصولا ولكن إنشاء هذا الحق في بلد القاضي يخالف النظام الوطني فإذا أراد صاحب هذا الحق لاحقا التمسك بآثار هذا الحق في بلد القاضي فهل يمكن له ذلك؟ في هذه الحالة يتدخل النظام العام بشكل مخفف فلا يؤدي إلى نقض هذا الحق أو إبطاله إذا نشأ صحيحا في الخارج وبحيث يسمح بالتمسك بآثاره المترتبة عليه قانونا إذا كانت هذه الآثار بحد ذاتها لا تخالف النظام العام الوطني دون تلك المخالفة له وهذا هو الأثر المخفف للنظام العام ويجد هذا الأثر أساسه القانوني في فكرة الاحترام الدولي للحقوق المكتسبة في الخارج ولقد أخذ القضاء الفرنسي بها بصدد زواج الشخص المسلم بأكثر من إمرأة في وقتا واحد وفقا لقانونه الوطني والذي يعد مخالفا للنظام العام الفرنسي فأجاز لمثل هذا الشخص الذي تزوج من إمرأة ثانية خارج فرنسا وانتقل بعدها إلى فرنسا مع زوجته التمسك بآثار هذا الزواج الثاني عملا بفكرة الأثر المخفف للنظام العام والعمل بالأثر المخفف للنظام العام لا يعني استبعاد الدفع بالنظام العام إطلاقا بالنسبة لهذه الأثار بل يمكن للنظام العام في بلد القاضي أن يتدخل لاستبعاد الأثار المخالفة له مثل تمسك الزوج بحقه وفق قانونه الوطني بتأدي بزوجته أما في سوريا فلم نعثر بعد على أحكام قضائية أخذت بفكرة الأثر المخفف ولا يوجد بتقديرنا ما يحول الأخذ بها عملا بفكرة الاحترام الدولي للحقوق المكتسبة في الخارج الفقرة الثانية بعنوان التحايل على القانون يقصد بالتحايل على القانون عموما استخدام الأفراد لوسائل مشروعة بحد ذاتها بقصد الوصول إلى أغراض تخالف أوامر القوانين ونواهيه وبهذا المعنى يمكن أن نتصور لجوء الأفراد إلى التحايل على القانون في ميدان القانون الدولي الخاص عن طريق استخدام قواعد الإسناد من أجل التهرب من تطبيق أحكام قانون معين سواء أكان قانون القاضي أم قانون دولة أجنبية ويحصل ذلك بإحداث تغيير في ضابط الإسناد الذي يتحدد بمقتضاه القانون واجب التطبيق بحيث تصبح العلاقة خاضعة لقانون آخر يتفق مع مصالحهم الشخصية كما لو غير الشخص جنسيته واكتسب جنسية دولة معينة يسمح قانونها بالطلاق وصولا إلى تطليق زوجته الذي لا يسمح به قانون جنسيته السابقة ويمكن أن يتحقق هذا التحايل في الأحوال كافة التي يكون فيها ضابط الإسناد متوقفا على إرادة الأفراد أما في حال الأحوال التي يكون فيها ضابط الإسناد قابلا للتغيير والتبدل وفق إرادة الأفراد مثل الجنسية والموطن وموقع المنقول فقد يلجأ الأفراد إلى تغيير الجنسية أو الموطن أو إلى نقل المال المنقول إلى بلدا آخر بقصد تطبيق قانون الجنسية الجديدة أو الموطن الجديد أو الموقع الجديد للتهرب من القانون واجب التطبيق أصلا فيما إذا كان يتضمن أحكاما آمرة أو مانعة لا تتفق مع مصالحهم في مثل هذه الأحوال لجأ القضاء في بعض الدول إلى استبعاد القانون الأجنبي الذي أراد الأفراد إخضاع العلاقة له وتطبيق القانون الذي لجأوا إلى التهرب من أحكامه عن طريق إعمال الدفع بالتحايل على القانون وبخاصة فيما إذا كان هذا القانون هو قانون القاضي أي القانون الوطني ومن أشهر القضايا التي أعمل فيها القضاء الفرنسي الدفع بالتحايل على القانون قضية الأميرة ديبر فرومون التي تعود بتاريخها إلى عام 1878 حيث قلرت محكمة النقد الفرنسية استبعاد القانون الألماني الذي تم بمجابه تطليق هذه الأميرة من زوجها الفرنسي بعد أن اكتسب الجنسية الألمانية وأبطلت هذا الطلاق الذي حصل عن طريق التحايل على القانون الفرنسي الذي لا يجيز الطلاق أما المشرع السوري فقد سكت عن الدفع بالتحايل على القانون في مواجهة القانون الأجنبي ولعل القضاء في سوريا لم تتح له الفرصة بعد على حد معرفتنا لإبداء موقفه من هذا الدفع كأستثناء على القانون الذي يراد إحلاله بالغش محل القانون الذي يجب تطبيقه أصلاً على موضوع النزاع وليس هناك بتقديرنا ما يحول دون الأخذ به في نطاق علاقات الأفراد المجتملة على عنصر أجنبي طالما أنه أعمل هذا الدفع في نطاق العلاقات الداخلية ونظراً لأهمية هذا الدفع كواحد من آليات القانون الدولي الخاص سنحاول بيان أساسه القانوني وعناصره ونطاقه وأثاره فيما بعد ألف الأساس القانوني للدفع بالتحايل على القانون يرى قسم من الفقهاء في فكرة التحايل على القانون كأستثناء على القانون الواجب تطبيقه مظهراً من مظاهر فكرة النظام العام التي تقوم على أساس الدفاع عن مصلحة النظام القانوني الوطني ضد تطبيق القوانين الأجنبية التي تتعارض معه ويجد بعضهم الآخر في فكرة التحايل على القانون مفهوماً مستقلاً عن النظام العام ولكنه يقترب منه إلى حد كبير فهما يتشابهان من حيث النتيجة وهي استبعاد القانون الواجب تطبيقه ولكنهما يختلفان من حيث الاعتبارات ففي الدفع بالتحايل على القانون يؤخذ بعين الاعتبار حيل وأفعال زوي المصلحة أما في النظام العام فيؤخذ بالاعتبار مضمون القانون الأجنبي ومن حيث الهدف فالتحايل على القانون يستهدف المحافظة على مفعول القانون المختص الذي تم استبعاده والتحايل عليه سواء كان قانوناً وطنياً أم أجنبياً أما النظام العام فيستهدف استبعاد القانون الواجب تطبيقه المخالف للنظام العام والفقه السائد يرى في التحايل على القانون مظهراً من مظاهر تطبيق مفهوم التعسف في استعمال الحق ينطوي بشكل أساسي على فكرة الباعث غير المشروع لأنه إذا كان من حق الشخص تغيير جنسيته أو موطنه فأنه يكون متعسفاً في استخدام هذا الحق إذا كان القصد منه التهرب من أحكام القانون المختص وصولاً إلى تحقيق مصلحة أو منفعة شخصية لا يقرها هذا القانون أصلاً أما المشرع التونسي فقد انفرد بين التشريعات العربية في إفراده نصاً خاصاً في القانون الدولي الخاص التونسي لتكريس الدفع بالتحايل على القانون كأستثناء على القانون الأجنبي المختص منسجماً بذلك مع الاتجاهات المعاصرة في هذا الصدد في الحاشية فلقد نصت المادة 30 من القانون الدولي الخاص التونسي على ما يلي يقوم التحايل على القانون عن طريق تغيير مصطنع في أحد عناصر الإسناد المتعلقة بالوضعية القانونية الفعلية وذلك بقصد التهرب من تطبيق القانون التونسي أو الأجنبي المسمى من قبل قاعدة الإسناد الواجب تطبيقها وعند تحقق شروط التحايل لا يؤخذ بعين الاعتبار التغير الذي طرأ على قاعدة الإسناد ب عناصر الدفع بالتحايل على القانون ونطاق تطبيقه أولاً عناصر الدفع بالتحايل على القانون يقوم التحايل على عنصرين عنصر مادي وعنصر معنوي ألف العنصر المادي وهو إجراء تغييراً إرادي وحقيقي في ضابط الإسناد فيجب أن يتم التغيير بفعل إرادة الفرد لا جبراً عنه كما يجب أن يكون حقيقياً لا صورياً وسليماً من الناحية القانونية فإذا كان التغيير احتمالياً أو صورياً أو غير مشروع فلا ينتج أثاره ب العنصر المعنوي وهو نية التحايل أي يجب أن يكون التغيير الإرادي والحقيقي مقترناً بنية التحايل على القانون أي بقصد التهرب من أحكام القانون المختص أصلاً وصولاً إلى تطبيق قانون آخر يحقق الغاية من التغيير فإذا كان التغيير مقصوداً لذاته أي مجرداً من أي تنية للتهرب فلا ينتج هذا التغيير أثره ولا يعد الفعل بالتالي تحايلاً على القانون ودون وجود هذه النية أو الدافع غير المشروع لا يتكامل مفهوم التحايل على القانون المختص ومن المعمول به قضاءاً أن الاستدلال على هذه النية يعد من وسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا يخضع فيها لرقابة محكمة النقط أما مسألة الأثر المترتب على وجود هذه النية كما استخلصها قاضي الموضوع أي من حيث عد هذه بمثابة تحايل فتخضع لرقابة محكمة النقط ثانياً نطاق تدخل الدفع بالتحايل على القانون هل يعمل بالدفع بالتحايل على القانون لحماية القانون المختص إذا كان وطنياً فقط أي كما حصل في قضية ديبو فرمون أم إذا كان وطنياً أو أجنبياً ألف حماية القانون الوطني يرى بعضهم وجوب قصر نطاق تدخل الدفع بالتحايل على القانون على حالات التهرب من أحكام القانون الوطني دون الأجنبي ب حماية القانون المختص وطنياً كان أم أجنبياً ويرى آخرون وجوب أعمال الدفع بالتحايل على القانون لحماية القانون المختص سواء كان قانوناً وطنياً أم أجنبياً وهذا الاتجاه هو الأفضل بتقديرنا لأنه ينسجم مع المنطق التام لفكرة التحايل على القانون ولأن التحايل أو الغش يعد أمرا غير مشروع ويخالف أخلاق التعامل فيجب مكافحته بغض النظر عن صفة القانون الذي أراد الأفراد التهرب من أحكامه سواء أكان وطنيا أم أجنبيا وعلاوة على ذلك فإن التحايل على القانون الأجنبي يعد تحايلا على القانون الوطني أي تحايلا على قواعد الإسناد الوطنية وهذا ما تؤكده الطبيعة الثنائية لقواعد الإسناد التي تشير إما بتطبيق القانون الوطني وأما بتطبيق القانون الأجنبي فإذا ما أشارت قواعد الإسناد إلى تطبيق قانون الأجنبي لحكم النزاع وحاول الأفراد التهرب من أحكام هذا القانون المختص فإن هذا العمل يعد في الوقت نفسه تهربا مما تقضي به قواعد الإسناد الوطنية أي تحايل على القانون الوطني بحد ذاته ولهذا يجب إعمال الدفع بالتحايل على القانون من أجل حماية القانون المختص الذي تشير إليه قاعدة الإسناد سواء أكان قانوناً وطنياً أم أجنبياً للحلولة دون العبث بقواعد الإسناد الوطنية والخروج بها من غاياتها الأساسية جيم أثار الدفع بالتحايل على القانون يختلف الفقهاء حول مدى الجزاء الذي يترتب على إعمال الدفع بالتحايل على القانون فيرى قسم منهم أن جزاء التحايل على القانون يجب أن لا يقتصر على عدم إسريان أو عدم نفاذ النتيجة غير المشروعة التي أرادها المتحايل بل يجب أن يتناول أيضاً عدم إسريان وسيلة التحايل ولكن الرأي السائد في الفقه والقضاء لا يسلم بذلك ويجعل جزاء التحايل على القانون يتناول عدم إسريان النتيجة غير المشروعة دون الوسيلة المشروعة وعملاً بهذا الرأي يقتصر أثر الدفع بالتحايل على القانون في المثال السابق على عدم إسريان النتيجة في بلد القاضي وهي الطلاق أما تغيير جنسية فيبقى صحيحاً ومنتجاً لبقية الآثار التي تترتب عليه باعتبار أن هذا التغيير يعد عملاً مشروعاً في حد ذاته ومع تأييدنا لهذا الرأي إلا أننا نرى أن المسألة ترتبط أصلاً بأثر الدفع بالتحايل على القانون بالنسبة للقانون الذي أراد الأفراد إحلاله بالغش محل القانون المختص أصلاً وهذا الأثر هو استبعاد هذا القانون الذي عقد له الإختصاص بصورة غير مشروعة وبالمقابل تطبيق القانون المختص أصلاً بحكم النزاع ويكون إبطال النتيجة أو عدم سريانها بالتالي ليس إلا نتيجة لإعمال هذا القانون دون أن يكون لأحكامه أي أثر على وسيلة التحايل من حيث الاعتداد بها أو عدمه وهذا ما يؤكد بدوره سلامة الرأي الذي سبق لنا تأييده بأن أثر الدفع بالتحايل